مؤتمر في كونغرس الولايات المتحدة بمشاركة عضاء من الكونغرس الامريكي من الحزبين وسفراء ونخب سياسية تزامنا مع مراجعة الكونغرس الامريكي الاتفاق النووي المبرم في فيينا أقم عدد من نواب الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبالتعاون مع الجاليات الإيرانية في أمريكا مؤتمرا بشأن الأزمة النووية والتدخلات الإرهابية لنظام الملال في المنطقة والإعدامات وانتهاك حقوق الإنسان في إيران ومناقشة الخيارات الضرورية لضيمان منع وصول النظام إلى القنبلة النووية والتصدي لتدخلاته في دول المنطقة وشارك في المؤتمر الذي عقد في مبنى مركز مجلس النواب الامريكي عشرات من مستشاري لجان الخارجية والقوات المصلحة والاستخبارات والمالية ومستشاري اللجان المعنية من مجلس الشيوخ الامريكي بالإضافة إلى ممثلين للبعثات الدبلوماسية وطلاب من جامعة جورج واشنطن ومعحد العلاقات الدولية ممثلين عن الجاليات الإيرانية فيما يلي تقرير عن كلمات المتكلمين بعد افتتاح المؤتمر من قبل السفير بلونفيلد قال أرندي وبر في كلمته بشأن نظام الملالي لا يجوز الحوار مع الدكتاتوريات التي لا تعترف بالحقوق المدنية وحقوق المواطنة للأفراد أمامنا الآن النظام الإرهاب الحاكم في إيران الذي يبحث عن امتلاك القوة النووية إنكم لاحظتم الحركة الجماهيرية في عام 2009 وأمامكم نظام حريص على إذاء أبناء شعبه في إيران هذا النظام كان طرفا سيئا لمدة طاولة فهل نستطيع الثقة بهذا النظام الإرهابي والولي الفقيه؟ كلا إننا نريد الحياة للشعب الإيراني إننا نريد التخلص من شر هذا النظام القمعي لا ترضخوا لطلباتهم فضيقوا الخناق عليهم وأرغموه عن يخلص الشعب الإيراني ثم أكد السفير لينكول بلونفيلد في كلمته الافتتاحية أن السبب الرئيسي لرضوخ النظام للمفاوضات لم يكن ضغط العقوبات وإنما السبب الرئيسي هو خوف النظام من الانتفاضات الجماهيرية مثل ما حصل في انتفاضة عام 2009 وإذ أعاد السفير بلونفيلد إلى الأذهان البيان الموقع من قبل 38 شخصية أمريكية تزامنا مع الملتقى الموسع للمقاومة الإيرانية في باريس وأكد قائلا أني أشجعكم على الإمعان في هذا البيان إنكم تستطيعون أن تتعلموا الكثير من هذه المقاومة وحقا عبر هذه المقاومة اطلعنا في عام 2002 على البرنامج السري للسلاح النووي للنظام الإيراني كان المتكلم الآخر في المؤتمر حيث قال في كلمته يقول البعض قتل إلى 120 ألف مواطن إيراني على عيد النظام الإيراني منذ عام 1979 هذا العدد ينافس العدد الإجمالي لذحايا الإرهاب منذ 11 سبتمبر ثم ذكر بتجاربه عن العمل كسفير للولايات المتحدة في العربية السعودية بشأن التدخلات الإرهابية للنظام الإيراني في دول المنطقة وبشأن تكوين التحالف في عاصمة الحزم ضد تدخلات النظام الإيراني في اليمن قال هذا يبين أول تحرك لدول الخليج الذين يقولون للنظام الإيراني كفى اني أشيد بهذه الرسالة to pay a heavy price I agree that these issues are keenly important but from a negotiator's viewpoint it is not a good tactic to introduce areas that are not quarter to the problem at hand because you end up negotiating away things that are important to get concessions on things that are not core in the past that social contract ثم تم بث الخطاب المتلفز للسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الموجهة للمؤتمر في الكونجرس الأمريكي وعربت السيدة مريم رجوي عن تقديرها لأعضاء الكونجرس لدعمهم للشعب الإيراني ومناظري درب الحرية في ليبرتي وقالت السيدة رجوي لقد صاعد نظام الملال في الآونة الأخيرة وتيرة انتهاك حقوق الإنسان في إيران تجري الإعدامات منها العلنية بشكل واسع ويتعرض السجناء السياسيون لأتداءات ومضايقات كما من جهة أخرى ضيقوا الحصار الإنسان على ليبرتي الواقع أن الملالي وبسبب الضعف الكامل رضخوا إلى الاتفاق إن النقمة لدى الشعب الإيراني ونشاطات وعمليات الكشف للمقاومة الإيرانية من جهة ومن جهة أخرى فإن ضغوط العقوبات الدولية أرغموهم على الخوض في المفاوضات إننا نفتخر بما نقوم به من الكشف عن البرنامج النووي للملالي ونواصل ذلك لأنه يأتي خلافا تماما لمصالح الشعب الإيراني النظام الإيراني والتزامنا مع الاتفاق النووي قد عمد إلى توسيع وبسط تدخلاته في المنطقة إضافة إلى تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد لبرتي شكرا للمشاهدة أيضا هذه الهدفة تحسن بالأخبر المقاومة المقاومة التي ستحملت بكثير عقب البرنامج ها تضبط على القيامة الإجام وقد استطاعتMichال للمساق تضبط بعض الوطبات المساعدة الإيرانية من المشاعدات في كل قواه ومن الإسلاح واحتمال الإيرانيزين ومالك المتخلات الإيرانية إنه تحضر تحضر تلك السرقات كبيرية ، يجب أن يكون لديه أجتاء من المختلفة لأجتاء تحضرها ونهارات أكبرتكة من المقاومة في هذه المقاومة وفعل التحضر بالإرانيين عن المقاومة التي تجريبها بالإرانيان فهو بالصيصف على الأقل المحوال وردارة في إرانا ومولاً هجمونيكاً في المنطقة ولكن الحياة تظهر بأن تساعد الاجتماعي سيكون تساعد الاجتماعي ولا تساعد الاجتماعي ولا تساعد الاجتماعي في المنطقة فعامكم تساعد الاجتماعي حتى يوائل الألاني لا تساعد الاجتماعي لانا تساعد الاجتماعي وقفة الرجال في إرانا في المنطقة وردارة هذا المقابل الدريق على مولاً تساعد الاجتماعي كيما تساعد الاجتماعي ونحن نتشاهده على المقابل المساعدة بالمقابل المساعدة في اليوم. المساعدة هذه المقابلات هي بلد من المساعدات والمساعدات والمحاولين التي يمكنهم المولاين لتحقيق المساعدة. ثم يفعل الانتظام الانتظار للغاية في ايرانا و تجعل دموكراسي و فلعا أفضل ثم يفعل الانتظار الانتظار للغاية والصدر والوضع والاقابس والمجاورات من الأمريكية ومعاً من الاقلال من إراك و سيريا وكان المتكلم الآخر في المؤتمر نينا إستون التي سلطت الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان والتسعيد الإعدامات من قبل نظام ولاية الفقيه خاصة في ولاية الملة روحاني والفت قيلة الإعدامات في إيران تنفذ أكثر من أي بلد آخر بالمقارنة بتعداد السكانية الإعدامات تطال حتى الأطفال ويقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إنما لا يقل عن 160 طفلا هم في طابور الإعدام The real work with Iran has just begun It's not just about the nuclear issue It's about the country support of militant proxies in the region And it's also about its human rights record And I think they'll give you a base that enable you to move on And continue I encourage you to continue reading the human rights report أما جاء دور مايك كفمن الذي أشار إلى مهادنة حكومة أوباما حيال النظام الإيراني وقال إن هذا التعامل ينبع من فهم خاطئ لأنه إذا ما تعاملتم مع النظام الإيراني مثل أي دولة مسؤولة أخرى في المجتمع الدولي فإن النظام الإيراني سيغير سلوكه من الأساس ويتخلى عن مساعيه للوصول إلى السلاح النووي وهو نفسه يتخلى عن الإرهاب الحكومي إني أعتقد أن هذه مغامرة خطيرة للغاية على أمريكا والمنطقة والعالم I asked them what would it take to get Iran to stop its development of a nuclear weapons program and it's interesting that the answer was all the same and the answer was that the way to stop Iran from getting a nuclear weapon وما استعرض القاضي تتبه رئيس اللجنة الفرعية للإرهاب في مجلس النواب الثغارات والمثالب في الاتفاق النووي والتنازلات غير المبررة المقدمة لحكم الملالي وصفا النظام الإيراني بأنه أكبر داعم للإرهاب في العالم وأكد قائلا في كل هذه المناقشات بشأن النظام الإيراني والاتفاق يتم تجاه الواقع بكل سهولة وهو انتهاك وحقوق الإنسان للنظام الإيراني ضد أبناء شعبه Was the human rights violations of Iran against their own people? Public hangings take place and there are hangings without a trial The oppression against people in Iran is very disturbing And the greatest hope for world peace for stability in Iran Is for the people of Iran to have a chance to change the regime ثم تكلم بيرت شيرمان من الأعضاء الأقدمين للديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية للكونجرس حيث أكد قائلا بعد مرور عدة أشهر من دخولي إلى الكونجرس أكدت أمام الزملاء عام 1997 بأن التهديد الرئيسي ضد الأمن الوطني الأمريكي هو برنامج النظام الإيراني النووي إنني أريد أن أقدم شكري بشكل خاص لمنظمة مجاهدي خلق والمنظمات الأخرى الملتزمة بتشكيل حكومة جديدة في إيران وتشرفت في الشهر المنصر بالمشاركة في المؤتمر الدولي من أجل الديمقراطية في إيران طبعا عبر نظام الفيديو كونفرنس رغم رغبة فعلا بالحضور في باريس وكان من حظي أن ذاك أن أشكر منظمة مجاهدي خلق لأنها كانت أول من كشفت أن ذاك عن برنامج النظام الإيراني النووي السري كما اغتنمت الفرصة لتقديم شكري للسيدة مريم مارجوي لكون تعحدها أمام حقوق النساء في الشرق الأوسط ووصل بيرت شيرمان كلمته بأن مساعدة أمريكا للحكومة العراقية لا بد أن تكون مشترطة بضمان توفير حقوق الأشرفيين في بيرت من قبل الحكومة العراقية واتبع كلمته متطرخا إلى الاتفاق النووي في فيينا أن تدخل الولايات المتحدة في إبرام اتفاق بثغرات مع النظام الإيراني فذلك لا يدل على أن نتجاهل سائر نشاطاته في أرجاء العالم الحكومة التي تعدم كل ساعتين شخصا واحدا وغير متطابق حتى واحد من هذه الاعتامات مع مبادئ المحاكمات وقوانين العدل وعقوبات الجرائم الأساسية والعديد منها تأتي بسبب نشاطات سياسية وضع مدير مؤسسة رسم السياسات للحزنة حتى عام 2013 الدكتور مايك ماكو فيسكي خلال كلمته وضع الأصابع على ثغرات الاتفاق محذرا من مراوغات النظام الإيراني وأكد قائلا إن التزوير يشكل جزءا من جوهر النظام هذا هو في نهاية المؤتمر في الكونغرس الأمريكي قدم الصفير بلونفيلد في كلمته الختامية شكره لمساع الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة لإقامة الجلسة وضفق إلا إنه أريد أن أقدم احترامي لسيدة رجوي في باريس إنها قدمت مشروع بعشرة مواد تتضمن إيران غير نووية والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق متكافية للجميع والسلطة الشعبية الترجمة نانسي قنقر